السلام عليكم في هذا الفيديو سنكتشف كيف تعاون المغرب والصين لإقامة وحدة صناعية جديدة ثورية اشتركوا في قناتنا لمتابعة أحدث الأخبار الدولية والتطورات الاقتصادية الكبرى برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة تم التوقيع بالرباط على اتفاقية استثمار بقيمة ثلاث مليارات درهم بين الحكومة المغربية وشركة بي تي آر نيو ماتيري البروت وأضاف المصدر ذاته أن هذا المشروع الضخم الذي يعتبر الأول من نوعه في منظومة صناعة البطاريات الكهربائية بالمغرب يهدف إلى بناء مصنع تبلغ طاقته الإنتاجية خمسون ألف طن في السنة على مساحة خمسة عشر هكتاراً بالمدينة الصناعية محمد السادس طنجاتيك وسيتم تطوير المشروع على مرحلتين ويرتقب أن تدخل المرحلة الأولى حيز التشغيل في سبتمبر الفان وستة وعشرون بطاقة إنتاجية قدرها خمسة وعشرون ألف طن في السنة وأفادت وزارة الاستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية في بيان بأن هذه الاتفاقية تهدف إلى إقامة وحدة صناعية لإنتاج الأقطاب الكهربائية السالبة كاثودز التي تعتبر مكوناً أساسياً لبطارية السيارات الكهربائية حيث يرتقب أن يساهم هذا المشروع الاستراتيجي في خلق حوالي 2500 فرصة عمل وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع الذي أنطلقت أشغال بنائه تحمله المجموعة الصينية بي تي آر التي تعد من الرواد العالميين في صناعة مكونات البطاريات الكهربائية والتي تضم محافظة زبائنها أهم منتج البطاريات الكهربائية في العالمي وأكد البيان أن المغرب تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس أصبح يعتبر الرائد الإقليمي بدون منازع في مجال صناعة السيارات ويعكس اختيار المغرب لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الكبير الثقة المتجددة للمستثمرين الدوليين في وجهة المغرب وخصوصا بالنسبة لصناعة السيارات ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي في لحظة مفصلية في تاريخ قطاع صناعة السيارات الذي يعيش على إيقاع تحولات عميقة على المستوى العالمي في سياق الانتقال نحو السيارة الكهربائية وأشارت وزارة الاستثمار إلى أن هذا المشروع يمثل كذلك تقدماً أساسياً في الاستراتيجية التنموية لمجموعة بي تي آر على صعيد الدولي كما يعتبر شاهداً على جودة علاقات الصداقة التي تربط بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية وبهذه المناسبة قال محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية إن هذا الاستثمار في قطاع التنقل الكهربائي ليس مشروعاً معزولاً بل يعد الأول من نوعه ضمن سلسلة من المشاريع الكبرى التي سترى النور قريباً والتي ستعزز بقوة تموقع المملكة كقطب جاذبية لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية وكفاعل رئيسي في مجال إنتاج المكونات التي تكتسي طابعاً حيوياً بالنسبة لمستقبل القطاع وأكد الجزولي أن المغرب عاقد العزمي تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس على توطيد مكانته كمركز قاري وإقليمين لصناعة السيارات من خلال الاطلاع بهذا الدول المركزي في ثورة التنقل الأخضر يشار إلى أنه تم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل يويان هوانغ رئيس مجموعة بي تي آر روماتيريلز الصينية ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة ومحسن الجزولي الوزير المنتدبي لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية وذلك بحضور ليت شانبيلين سفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب وهي كيزيوكين رئيس مجموعة بي تي آر جروب وعلي صديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة